السلام عليكم متابعين الأعزاء، الكثير من الناس يعانون من الإمساك ومن عدم قدرتهم على التبرز، والأن في هذا الفيديو سوف نتعرف على ما هو الإمساك، وأسباب حدوث الإمساك، وما هي أعراضه التي تؤثر على الصحة، تابع معنا هذا الفيديو لنتعرف عليها. الإمساك، يعد الإمساك مشكلة شائعة تؤثر في العديد من الأشخاص، ويحدث الإمساك عادة بسبب تحرك بقايا الطعام والبراز ببطء شديد عبر أجزاء الجهاز الهضمي، مما يجعل البراز صلبا وجافا، وقد يتحول الإمساك إلى حالة مزمنة إذا استمرت أعراضه لفترة تزيد عن ثلاثة شهور، وتتضمن أعراض الإمساك المزمن التبرز بمعدل أقل من ثلاث مرات أسبوعا، وظهور البراز متكتلا وجافا، والشعور بانسداد في المستقيم، مما يمنع القدرة على التبرز، والشعور بعدم القدرة على تفريغ البراز من المستقيم بشكل كامل، والاضطرار لاستخدام اليدين للضغط على البطن أثناء التبرز، هذا ويمكن أن يؤدي الإمساك المزمن إلى العديد من المضاعفات، كالبواسير الناتجة عن تورم الأوردة في فتحة الشرج وما حولها، بالإضافة لتمزق الجلد في فتحة الشرج الذي يتسبب بما يعرف بالشق الشرجي، وانحشار البراز الناتج عن تراكم البراز الصلب العالقي في الأمعاء، وهبوط المستقيم الذي يؤدي إلى بروز الأمعاء من فتحة الشرج. ثانياً، أسباب الإمساك العامة، تتعدد الأسباب التي قد تكمن وراء المعاناة من الإمساك، ويمكن بيان أهم أسباب الإمساك ومسبباته فيما يأتي. الأطعمة التي تسبب الإمساك، كما توجد مجموعة كبيرة من الأطعمة التي تساعد على حل وعلاج مشكلة الإمساك، توجد مجموعة من الأطعمة التي يجدر تجنبها عند المعاناة من الإمساك، لتسببها بزيادة الحالة سوءاً، ونذكر من هذه الأطعمة ما يأتي. واحد، الموز، يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشويات التي يصعب على الجهاز الهضمي هضمها في حين أن الموز الناضج قد يساعد على التخفيف من مشكلة الإمساك لاحتوائه على الألياف الغذائية، وبشكل عام ينصح في الوضع الطبيعي بتناول كميات معتدلة من الموز دون إفراط وتجنبه في حال المعاناة من الجفاف، لأنه يزيد آنذاك الإمساك سوءاً، 2- اللبان إن بلع أكثر من قطعة من اللبان خلال فترة قصيرة أو بلعها مع بذور يصعب على الجسم هضمها، قد يسبب في حالات نادرة انسداداً في الجهاز الهضمي، وقد يسبب هذا الانسداد المعاناة من الإمساك، ويجدر التنويها إلى عدم إعطاء اللبان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام 3- الكافيين 4- يعتمد تأثير الكافيين المنبه على الحالة المتناولة فيه، ففي حال تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة، فإن ذلك قد يسبب الإسهال في حين أن شرب المشروبات المحتوية على الكافيين في حال المعاناة من الجفاف، فإن ذلك قد يزيد مشكلة الإمساك سوءاً 4- الغلوتين وهو البروتين الموجود في الشعير والقمح وغيرهما، حقيقة لا يسبب هذا البروتين الإمساك إلا لمن لديه حساسية انتجاهه، أو لمن يعاني من الداء البطني المعروف بداء سيلياك 5- الأرز الأبيض قد يسبب الأرز الأبيض الإمساك بسبب خلوه من الألياف والعناصر الغذائية التي تساعد على تليين الجهاز الهضمي، وهو على عكس الأرز البني الذي يمكن أن يساعد على تخفيف الإمساك وعلاجه 5- اللحوم الحمراء من الممكن أن تسبب اللحوم الحمراء الإمساك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون التي يحتاج الجهاز الهضمي وقتاً لهضمها، وبسبب غناها بالحديد المعروف بأنه قد يتسبب بالإمساك، فضلاً عن أن البروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء قد تكون صعبة الهضم 6- الخبز الأبيض من الممكن أن يسبب الخبز الأبيض الإمساك أو يزيده سوءاً، وذلك على عكس الخبز المحتوي على الحبوب الكاملة 7- الكحول قد يؤدي شرب الكحول إلى الإصابة بالإمساك، وذلك لتسببه بالجفاف، فضلاً عن إبطائه عملية الهضم وتهييج الأمعاء، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإمساك 8- الشوكولاتة من الممكن أن تسبب الشوكولاتة الإمساك، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، الذي يعرف طبياً بمتلازمة الأمعاء الهيوجة، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، التي يعتقد أنها تبطئ عملية الهضم 9- بعض المكملات الغذائية من الممكن أن تسبب المكملات الغذائية المحتوية على الحديد أو الكالسيوم المعاناة من الإمساك، ولذلك يجدر بمن يحتاج إلى أخذ هذه المكملات، إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامه الغذائي 10- مشتقات الحليب مثل الجبنة واللبن والحليب، فقد تبين أنه من الممكن أن يسبب تناول هذه الأطعمة بكميات كبيرة، المعاناة من الإمساك لدى البعض 11- الأطعمة الجاهزة تحتوي الأطعمة الجاهزة على نسبة عالية من الدهون، ونسبة قليلة من الألياف، ولهذا قد تسبب هذه الأطعمة الإمساك 12- عدم شرب السوائل تساعد السوائل وخاصة الماء في المساعدة على عمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، وإن النصيحة التي تقدم بخصوص هذا الأمر هي المحافظة على شرب الماء باستمرار خلال اليوم 3- ممارسات الحياة المسببة للإمساك ومن أسباب الإمساك المتعلقة بممارسات الحياة ما يلي 1- عدم ممارسة النشاط البدني يمكن أن يسبب الخمول وعدم ممارسة الأنشطة البدنية أو الرياضة بالمعاناة من الإمساك، وإن أكثر الأشخاص الذين قد يعانون من هذه المشكلة هم الذين يحتاجون للمكوت في السرير فترة طويلة من الزمن، أو أولئك المصابون بمشاكل صحية تعيقهم عن الحركة، وبشكل عام فإنه ينصح بالحركة وممارسة الرياضة، كالمشي لمدة 15 دقيقة في اليوم، للمحافظة على الصحة عمة وتجنب الإمساك خاصة، فقد تبين أن ممارسة التمارين الرياضية تقلل من مكوت الطعام في الأمعاء، وبالتالي تحد من كمية الماء التي تمتص منها، وهذا ما يسفر في نهاية المطاف عن الإخراج بسهولة، ومن جهة أخرى فإن ممارسة التمارين الرياضية الهوائية يحفز انقباض عضلات الأمعاء، وبالتالي يسهل عملية الإخراج. 2- السفر 3- من الممكن أن يسبب السفر المعاناة من الإمساك لاحتمالية تغير نمط الحياة، بما في ذلك طبيعة النظام الغذائي والأنشطة اليومية الممارسة. 3- ومن الممارسات الأخرى التي تسبب الإمساك حبس البراز وعدم الذهاب إلى المرحاض فور الحاجة لذلك، وهذا لأن بقاء الفضلات في المستقيم فترة طويلة يدفع المستقيم لامتصاص المزيد من الماء من الفضلات، الأمر الذي يترك البراز صلباً وصعب الإخراج، ولذا فإن تكرار تجاهل الحاجة للتغوط يسبب الإمساك. 4- الضغط النفسي لفهم علاقة الضغط النفسي بالتوتر، لابد من بيان أن أعصاب الجهاز الهضمي ترسل إشارات تحفز فيها الأمعاء للانقباض، وهضم الطعام في حال تناول الشخص الطعام، وفي حال كان الشخص تحت الضغط النفسي، فإن عملية الهضم قد تبطئ بشكل ملحوظ، الأمر الذي يزيد فرصة المعاناة من الإمساك، وفي حال كان هذا التوتر مزمن الحدوث، 5- فإن الإمساك يكون مزمناً كذلك. 6- ثانياً، أفضل الطرق لمعالجة الإمساك والتخلص منه العلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة، يمكن علاج الإمساك والوقاية منه من خلال اتباع النصائح التالية التي تتضمن تغييراً لنمط الحياة ومنها ما يلي. 7- واحد، عدم الإسراع في تناول الطعام ومضغه جيداً، يساعد المضغ الجيد للطعام في الفم على تسهيل الهضم في المعدة. 2- علاج حموضة المعدة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في حمض المعدة، كثيراً ما يعانون من الإمساك، لأن حمض المعدة يعمل على هضم الطعام، وفي حالة نقص الحموضة تقل عملية الهضم مما يؤدي إلى حدوث الإمساك، ولزيادة حمض المعدة، يجب أخذ ملعقة من خل التفاح على كوباً من الماء. 3- الإكثار من شرب السوائل، يمكن أن يؤدي الجفاف الناتج عن شرب كميات قليلة من السوائل إلى الإصابة بالإمساك، ولذلك ينصح بشرب الكثير من السوائل، ومن الجدير بالذكر أن المياه الفوارة قد تكون فعالة بدرجة أكبر من المياه العادية لعلاج الإمساك والوقاية منه، 4- بما في ذلك الحالات التي يكون الإمساك فيها ناتجاً عن الإمساك المزمن مجهول السبب أو متلازمة القولون العصبية. 4- تناول الأطعمة الغنية بالألياف 5- يمكن القول أن الألياف الغذائية تقسم إلى نوعين أساسين، وهما الألياف غير القابلة للذوبان، والتي توجد في نخالة القمح والخضروات والحبوب الكاملة، إضافة إلى الألياف القابلة للذوبان، والتي توجد في نخالة الشوفان والشعير والمكسرات والعدس والبازيلة، 5- ومما ينبغي التنويب إليه أن الألياف غير القابلة للذوبان، قد تجعل الإمساك الناتج عن المشاكل المتعلقة بوظيفة الأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي، أو الإمساك المزمن مجهول السبب أكثر سوءاً. 5- ممارسة التمارين الرياضية قد تساعد ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي، على تقليل الأعراض المصاحبة للإمساك، رغم أنها قد لا تزيد عدد مرات الإخراج. 6- عشبة السنة تحتوي عشبة السنة على العديد من المركبات التي تهيج الجهاز الهضمي وتسرع من حركة الأمعاء، وتعتبر هذه العشبة آمنة إذا استخدمت لبضعة أيام، إلا أنها غير آمنة للنساء الحوامل والمرضعات والمرضى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية. 6- تناول الخوخ يساعد تناول الخوخ أو شرب عصيره في علاج الإمساك، نظراً لاحتوائه على الألياف إضافة إلى السوربيتولي، الذي يعتبر مسهلاً طبيعياً، وتعتبر الجرعة المصابها من الخوخ لعلاج الإمساك، خمسون غراماً، أي ما يقرب من سبع حبات متوسطة الحجم مرتين يومياً. 8- الالتزام بقضاء الحاجة وتفريغ المستقيم وعدم تأجيل الحاجة للتبرز، لأن تأجيل الحاجة للتبرز يعمل على امتصاص الماء من الفضلات وبالتالي يسبب الإمساك. 9- تناول الفواكه قبل الأكل، وذلك لأن تناول الفواكه بعد الأكل يؤدي إلى سوء الهضم، مما يسبب تعفن الفواكه وتخمرها في الأمعاء، ويؤدي ذلك إلى حدوث الإمساك. 9- تجنب الملينات الدوائية، إن الإفراط فيها يسبب إدمان وتعود الجسم عليها، ولذلك ينصح باستخدامها عند الحاجة. وفي نهاية المطاف نكون قد اختتمنا هذه الفقرة وهذه المشكلة الصحية، وإذا قد أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس تشجيعاً لنا ليصلكم كل جديد. ترجمة نانسي قنقر